اهلا وسهلا حبيباتي نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في اتمي الصحة والعافية ان شاء الله هذا الفيديو ستكون متنوعة سنشارك معكم ان شاء الله الطريقة لتحضير الدجاج في هذا الاجواء الربيع واحد صلصة رائعة سنشارك معكم فقط بجوجة البيضات اللي يجي غزال لهذا الصيف هذا والهذا الربيع وكذلك سنشارك معكم سنشارك معكم الكريمة الشمس الواقي الشمس الكريمة الحماية الحماية البشرة من اشاعات الشمس اسئلة كثيرة كثيرة نحط لها فيديوكا نشرح في كل شيء ورغم ذلك يجوني اسئلة سنشارك معكم ان شاء الله كتذكير الكريمة اللي كتهم الناس واللي كيبغيوا يعرفوا عليها اكتر باش هكذا اللي بغا تستفد معانا ان شاء الله مرحبا بيها غادي نبدو الفيديو دي هنا ان شاء الله ونبدو بهاد الوريدات هادو اللي كان هديهم لكم كاملين وغاية باش نشارك معاكم هدا السويسة البنات دي الورد باش نحتفضوا به بواحد المدة اطول صراحة فكرة غزانة باش كان نحتفضوا به مدة اطول يعني كيف مكانت الورود اللي كان شيريوها تكون هكذا طبيعيا كان قبطوا كان قطعوا لهادك الساق دي الها من الاسفل ومن احسن يكون هكذا بطريقة مائلة وهاكذا كان نخدو دك الميزهارية دي هنا كان وضعو فيها الماء العادي وإلا كان عندكم البنات هاد الساشية اللي كانت تكون مع هاد الورود غادي تقبطوها وتخويها باكل الماء وتخلطوها وصافي فغادي تديروا الورود دي لكم إلا ما كانش عندكم غادي تديروا البنات معلقة السكر وحجزوج معلقة دي الخل خل العادي كيف مما بغا يكون عندكم وصافي وغادي تحطوهم غادي يبقوا معاكم وحل مدة طويلة ومغاديش يتبالو ضغية ضغية اشتركتها معكم بزاف البنات اللي جاربها وكانوا تباكتها معي في الانستاغام انها نفعتهم بزاف سفي البنات هالي الطريقة دي لي باش كان احتفظ بالورود وهكذا الورود زوينين صراحة مرة مرة يكونوا عنا هكذا ورود طبيعين في الدار صراحة كيحسوا بوحدة منافع كييعجبوني زم اكتر من الورود اللي كيكون هكذا اغتيفي سيلك يعطو يعني واحد اللمسة زوينة في المنزل دينا وهكذا الورودة سيبقى معانا مدة طويلة وكيتفتحو الى كانوم هاد النوحدة اللي كيكون مازالين عدم ستودين مازال ما تفتحوش كاملين دونك غديبقى معانا لمدة اطول غدينا مدام عكم تحضير هاد الدجاج هدا اللي كيجي غزالة البنات كيجي ببنينو كيجي المضاق ديالو الرائع وكيتحضر يعني بدون يعانا فهذا الفصل ديال الرابع وكذلك فصل الصيف غديناحتاجوا لبنات الدجاج بتبعيد الحال صدرج مشيسترجل فخيضات ولا فخيضات كاملينو لغي داك اللي كيكونوا لتحت ولا يعني اوباشي ممكن ولا اش كيغيتو لهم جنيو حاتمهم اي حاجة تقدرو تخلطوها غدينا اخطو سلسات الباربيكيو ومنين مغيو نشيروها البنات اردو بلكم رابع للمركة تكونوا حي سلسات الباربيكيو اللي مصوبينها من داك الدهون ديال الخنزير يعني داك الشحم ديال البطن الخنزير دائما سلسات الباربيكيو اللي صرحة تجيغزالة وغدي نزيد عليها اختيارية غدي نضيف شوية المليحة شوية البصر وشوية التومة مجففة يعني تومة بودرة نوك غدي نخوي ذاك السلسة بالقدر الكافي اللي غدي خلط لها ذاك الكيميا اللي عندي ديال الدجاج غدي نضيف شوية المليحة شوية البصر وشوية ديال ديال تومة بودرة وغدي نخلطوهم مزيان غدي نخلطوه ونشرم له إلا بغتو مضيفوش هدل إضافة دياله فقط لاصوس باربيكيو سافيرات هي كافية نوك غدي نحاول نخلط هاد اللاصوس وندخلها في الجاج مزيان هكذا حتى ذاك تحت ذاك الجليدات انا بنفس الشرق نكون غن ندير بحلاك الدجاج ما كان حيدلوش ذاك الجليدات ديالو ذاك اللي دام ديالها كيف يفتيها وكيعطيها مضاق زوين ذاك اللي درناه بلادك الجليدات ديالو كي يجي غيد جاجناه شوف حال يدرتو استردجاج وما كي يجيش زوين ذاك كل ما درتوه قبل كل ما كتخليوه يعني ترقد كل ما كيعطاكم مضاق زوين بعد ما غدي نرقده غدي ناخد صحة الفران حط فيه طبي الحل الورق ديال الفورن وغدي نغطيهم زيان بالورق كدري وغدي ندخلوه للفران وغدي ندخلوه للفران نخرج ذاك نحيط ذاك الغيطاء اللي مغطيها به البابي أليمينو ونخليه يتحمر واحد يغيت قرمش ونخرجه من الفران هنا كيفما كتشوفون بعد ما كان كان نحيط له ذاك الغيطاء كانت تلقوا ذاك اللي دام وذاك شي يهبط هان ثم ما مدتلوا لي دام مدتلوا التشحاجة فقط ذاك اللي دام ديال الجاج اللي يطلق وكان قبض ذاك المريقة هذيك اللي بقاتلي وكان مقاناة نسقي بها كده كيفما كتشوفو تقاو تسقيوا على هكا بحالي كان نسقيوا الجاج ديالنا العادي وصف يتخلي وغيع تلك اللون دياله ويجي مقرمش صافي وكتحيدوه كيجي رائع البنات كيجي لما داك دياله ما تشبعوش منه وما فيه لتامرة لاتشي حاجة هنا كان طيبت كذلك حتى الخبز كانت تعجنت وطيبت الخبز انا فش كان مغين ديش حاجة فران كان حاول ماء امكان جمع كول كان نستغل الفرصة وفي نفس الوقت كان قتصت شوية يعني كل مرة على حاجة واحدة هادينا مقاع نشعل الفران دونك طيبت هذا الدجاج دياله طيبت كذلك الخبز وصافيه ندير واحد الكيك البنات اللي كيجي غزال وسهل وبسط البنات اللي غادي ندير فقط بجوج بيضات وغادي تطلع لي واحد الكيك رائع هادينا اخد اول حاجة هادينا اخد اه يعني غا نقول لكم المقادر ها نحتاج واحد الكأس ديال السكرساني ده ما كامل شانا ما كنا عمرش الكاس باش مكدينيش حلوه بزاف واحد كأس الا روبع ديال زيت المائدة واحد الخمارة وكذلك واحد الفاني ها نخد واحد الحمضة هادي نحك لها القشرة ديالها هو اللي غادي نحكوه وصافيه غادي نعصرها كذلك هادي نحتاج هاته كل العسارة ديالها هاد قال البنت ديال سادخون كاي يجي غذال كاي يجيBy مون عيش مون عيش مون عيش فاد فيها فيها في السيف هذا هادي نكاد نديخ جوجبيتات هادي نديخ الفاني Gas هادي نديخ الكويس ديال 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 سكرساني ها وأنترب واحد القبيعة عد элем oxid هادي الميل جابه bake هادين نقرر ربما في اللازم هاديان نه ديال الضيد ونعود كذلك في الطعاب هادينا نس powder دقيقة انا كندير دقيقة عيني得 نضيف ميزان ونضيف ميزان نضيف ميزان ونضيف الخمارات نضيف الدقيق نضيف خمارات لاحقا نضيف ميزان في طبعات نضيف ميزان نضيف ميزان الخليط قبل ان نكمل نضيف حمض نضيف حمض الحمض تحتاج دقيق كبير لان يكون العسر كثير سوف نخلط ثم ندف دقيق حتى نحصل على خالد سوف نقطع سفح ونقشره سوف نأخذ المون اللي سوف ندخل الفران سوف ننصف تفح بشكل اللي بغيته سوف نقبط المون ودخله الفران ونصف تلقي اللي يفعل على ميت سوف نقلب الكهرباء الغزان لا يقاوم عندما نسخهم بالغزان سوف نقبط حريجة ونقلب بأراجع بقنة فرق سوف نكتبط سوف يطلق بالغزان صور من الوقت يطلق بالغزان سوف نقعم بغزان وبالجب الغزال wisdom وتعليب seen ؟ علي وضوء لم يريد كيف يريد ويمكن يبقى لكم كامل اختير انها ندرت سلطة العادية ديال الخص وديال روكولا والجرجير وسافيوا الافوكا وشو ديال الخير متاشا ودك بيبي شبينات دك السباني خلي صغيرة وسافيوا طويجن وليشنوا ديال الجاش كيجي غزال البنات رائع قدمتوا موحدة العاصر ديال السيد خونات اللي كان شارك معكم دائما وصافيوا الخبيز ديال الدار كيفي ما اشتوته هو ديال بنخاله وبالدقيق الكامل كيجي رائع وكيجي زوين ورتيطب وصحي في نفس الوقت سافي دابا بعد ما تغدينا غدي نحط الديسر يعني الديسر خدينا تل من بعد اللي غدي يكون ديسر هو داك الكيك اللي حدرت بشقدة نشربه بالقهوة الكيكم بعد ما كيطاب البنات كيجي بحلاجة كل هذا تقدروا تدهنوا شوية ديال لاكون فوتور ولا العسل وددروا اللوز إيفيلي او ما كيجي زوين وغير هكذا بودا تسوكا کے جي صراحة زوين وكيجي 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 زعما لديت لينى داك الساتخون اللي داري لهو اللي يعتطها داك الغغزالة ودك الحمودة ديال وكيجي زوين وكيجي واحد لكاك هكذا زوين وخفيف خفيفة كمون عيش لهذا الفصل الصيف اه سوف يدب غدين مقاردة الطبيرات ديلي غنحط شوية الديسر كانت قطعت شوية الدين لصالد فخوي تهي غدين حتى كدا ليبغى الديسر لانا بعد المرات الدريني ما كايكلو شو الفاوكيه كانت طرع ان انا منديره هكا صالد فخوي كايكلو هازعما اكتر باش ماكل فاوكي ما كايكلو شو كاي تخسر يدو واسف هاتشي اللي كينا بنات هادي اه ناختيش دينا من بعد ما تغدينا انا كان غدا شوية مع الطل يعني تن تقريبا لما سأماشي تغدينا شو الوقت بكريل انه كان ويكاند وتغدي افطرنا مع الثلاغ وضروري غاي كل الغداء مع الثلاغ وهكا كيمشي النهار كامل انتما البنات تشوفوا الكيك كيفاش يجي كيجي غزال كيجي لدي وزوين والله ما تشبعوا منه كيكلي ساهل واقتصادي يعني ماشي شي حاجة اللي صعيبة يقدر اي واحد يديرو وكيجي زوين لان الماضاق ديال ساتخون كي يحمق نيفا فلاك كيف ما كاتشوفوا بحال هات شكل هذا وكيجي في فتيزة عمم كيجيش قاسح وفاصف يبجو جوجبيضات كيف ما قدكم جوجبيضات دارتنا كيكي يحمق تبندوزوا باش نشوفوا الكريمات ديال ضد الشمس الا واقي الشمس فيما شارك سمعاكم اللي بناتو تقريبا في واحد الفيديو عاد عاد يعني عاد ايام الاخيرة الكريمات ديال الشمس او لا واقي الشمس اللي كاتكون يعني كاتحمنة من أشعة الشمس اللي اشاركتها معكم من المحال ديال الرسمان نقدرو اي بلاسة عادي لقو في هاد الكريمات هذا كنشاركت معكم هاد الكريم هادا اللي صارحه زوين ما كنش كنجربهم اخرى عجربتو ا او انتي اش هادا من بين كريمات هادا المركب بعدها هي اللي زوينة ورخيصة ومكونات ديالها زوينين اللي اسمتها سان اوزون فيها جميع لأنواع الكريمات لفلويد لكخيم لسائلة وكل مرة تخفيضات تخفيضات لأننا عارفين كيف يحتاجوهم بثاف وكذلك لأنواع الحمايات البشرة تختلفة ثلاثين خمسين كيفما قدت لكم هذه المركة صراحة زوينة نستعملها إما هي سان أوزون مركة زوينة ورخصة في المتناول يساولوني البنات أشمن مركة نقدرون ندروا أشمن كريم على حسب البشرة كيف يقومون بثاف الأنواع البشرة إذا كانت لديك بشرة حساسة إذا كانت لديك بشرة دهنية إذا كانت لديك بشرة دهنية لأن هذه الكريمات لا يوجد بشرة دهنية ولدت شي كريم دهني كيف يبقى الوجه دياري بحلي دهنة الوزيت لا يعجب ديش فجربت هدو ديال سان أوزون صراحة زوينين بثاف ومكي يعطوش ذاك البيض في الوجهة كيف يبين رادار بين الأقرون على وجهنا ما يبينش نهائياً كيف يبينش بشرة دهنية وفي نفس الوقت لا يعطوش ذاك البشرة الدهنية اللي كتبقى كتشعل وكتبري من بعيد كان كذلك هذا من نفس المركة سان أوزون كان فيه درجة الحماية تهوى خمسين اي بلوس غزال تهوى هذا من الناس اللي ما كيبغيوش دكس بري يبلهم تهوى مقاوم يعني لدرجة الحرارة والأشعار الشمس اللي تهوى زوين صراحة بالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش يبلهم تيش حاجة لف الوجهة لهم لف داتة ديالهم هدهنا الأكثر اللي كانت استعملو للأطفال ديالي لأنه ما كيبغيوش يبلهم ما كيبغيوش يديرو الكريمات ولاو خيكون في الويد ولا يكون ليكيد يعني ما كيباش نهائي ما كيبغيوش يديروه هده كانت استعملو بيش حاجة عاد كان نرشو على الرجلين ديالي ولا يدي هكذا باش ما كيجي سهل للتطبيق لها كعلي للبشرة كيفما كيتشفوض الغياء ضغية كتمتسو البشرة وما كيبقاش بايين وما كيبقاش شي عادة يتدكلي دام هكذا يا على البشرة ديالنا كيف ما قد كوم هده مبعد بالكريمات هلا كنتوا عايشين في ألمانيا البنات اللي كتسوليني هلا كنتوا عايشين في ألمانيا هادو هما الكريمات اللي كينين في المحلات اللي وفي الدروغغي اللي رخاصين كين هده ساق كيف كنقول لكم ديال روسمن وكينة ساندانس ديال دائم هدو البنات اللي كتكوحتين عندو البشرة حساسة بالنسبة لبنات اللي كتكولك عندي البشرة ديالي حساسة شنو نستعمل كين هده البنات هو سانسيتيف يعني البشرة الحساسة أكيد ما غيديلك تشي حاجة في البشرة ديالك وزوينة ومناسبة لجميع أنواع البشرة فيه درجة الحماية ثلاثين وفيه درجة الحماية خمسين أديرو في الصف الربيع في أي وقت يعني احتفل وكذلك يكون اشترى ضروري يخصن كنو كنديرو شواقي شمسي للبشرة ديالنا باش هكذا كيحمي هلنا من أشعة الشمس فقلبة نفس الجياء اللي ما كنشفوهش بالعين المجرادة دونك هدوم بي الكريمات اللي قدكم اللي سهل زعمار خاصين وفي المتناول هذا كذلك هدو الغوز هدا هدا انتي اج هدا يعني كيحميكتها من دكتجاعد اللي كتكون هن الأشعة ديال الشمس ولكن دائما نخصن نعودهم كل ساعتين إلى درناهم كل ساعتين انديروهم وكذلك البنات ما نتعرضوش الأشعة للشمس يعني ما بين العشرة والربعة ديال العشية هدو لوقيته إلا تعرضنا للشمس نكونوا ديري الواقي الشمسي وكذلك في شي بلا يصلي مغطية لأن الأشعات الشمس را خطيرة 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 على البشرة ديالنا لأنك تسبب زفتي المشاكل جلدية وشنو بغيت نقول لكم البنات إلا كنتوا في المغرب غادي ترجعوا الفيديو سا غا نحاول نخلي لكم الرابطة ديال الفيديو باش تشوفوا الكريمات اللي تقدروا تلقاهوهم في المغرب أنا شاركت معكم هنا اللي عايشة في ألمانيا البنات اللي يقلبوا على هادو اللي سا زعمها رخاصة وفي المتناول وفي المغرب إن شاء الله هادي ترجعوا واحد لفيديو غا نحل لكم الرابط دياله غادي تلقاو الكريمات اللي أنا كيف جبوني كينين هنا في ألمانيا وكيني كذلك في المغرب وكان أخذوهم تام المغرب صراحة زوينين ودعاء جودة عالية نتمنى أن تكون جاوبت على الأجوبة ديالكم كاملين شيوة اللي شاركت معكم تكون عجبتكم وملقاكم فيديو أخر وموضوع جديد فكرة جديدة كان قولكم تبقاو على خير